التاسع بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي تحية فخر وتقدير للمنتخب الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد توكيو 2020 وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أكد رئيس السيسي أن المنتخب الوطني لكرة اليد قدم النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة مشيرا إلى أن مصر تفخر بالإنجاز الكبير للمنتخب الوطني لكرة اليد وعزمته الجبارة وأدائه البطولية كما أكد رئيس السيسي دعمه الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري متوجها بالشكر لأعضاء المنتخب الوطني لكرة اليد أشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحدث افتتاح مدينة سايلو فودزا المختصة في الصناعات الغذائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية متوجها بالشكر إلى القوات المسلحة على تنفيذ هذا الصرح الإنتاجي العملاق بما يستهدف تحقيق أهداف استقرار الأمن الغذائي وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي استعرض مدبولي نتائج الجولات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية وأكد مدبولي أن هذا المشروع سيغير وجه الحياة في الريف المصري مشددا على أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة كما أشهد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي عكسها تقرير مؤسسة موديز العالمية التي قامت بتثبيت التصديف الاقتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى بي تو مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري أصدر الرئيس التونسي قاس سعيد أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف ثلاثة ولاة في غضون ذلك أكد الرئيس التونسي أنه لا عودة إلى الوراء ولا حوار مع من وصفهم بخلايا سرطانية ونفى سعيد مزاعم اعتقالات جرت لمواطنين على إثر أرائهم السياسية مشددا على أنه لن يتم المساس بالحقوق والحريات في البلاد أعلنت وزارة الصحة خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232 ألفا ومائتين وثمانين حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 51 حالة جديدة ثبت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس مشيرا إلى وفاة سبع حالات جديدة أقر المجلس الدستوري الفرنسي غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية في الأماكن الثقافية والترفيهية كالمطاعم والمقاهي وقاعة السينما وغيرها يأتي هذا بينما يتظاهر فرنسانيون متعامون ضد كوفيد-19 احتجاجا على فرض الشهادة الصحية تحت شعار الدفاع عن الحريات وفردت الشهادة الصحية منذ 21 يوليو الماضي في المراكز الثقافية والترفيهية على أن يتم توسيعها الاثنين المقبل لتشمل المقاهي والمطاعم وقطرات الخطوط الرئيسية والحافلات لمسافات بعيدة والرحلات الداخلية أعلنت الصين تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى عدد يومي لحالات الإصابة في الموجة التي تضربها حاليا من الجائحة وأوضحت اللجنة أن 80 من الإصابات الجديدة محلية كما سجلت الصين 58 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض ولا تصنف أسلطات هذه الحالات على أنها إصابات مؤكدة ووصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 93 ألف حالة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 أما رياضيا فتأهلت جيانا فاروق لعبة منتخب الكاراتي للدور قبل النهائي لمنافسات فرد سيدات وزن 61 كيلو جرام للكاراتي بدورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 بعد الفوز على لعبة المغرب ابتسام ساديني بنتيجة 5 صفر في ثالث مباريات المجموعة الثانية ليكون الفوز الثالث وبذلك تضمن جيانا فاروق الحصول على ميداليا حيث ستنافس في قبل النهائي من أجل الوصول للمباراة النهائية حيث إن الخاسرة في قبل النهائي يحصل على الميداليا البرونزية بدون خوض مباراة المركز الثالث والرابع نهاية موجزة ساعة عودة مرة تانية لشاس ديوجمان شكرا للك يا لنده